موسيقى عقب تحرير مدينة بنغازيب وتطهيرها من عبث الارهابيين بدأت المرحلة الاهم والمتماثلة في اعمار المدينة وعبدة برافقها الخدمية للعمل وفي خطوة اولى لعودة الحياة وبعد اقل من اسبوع من تحرير بحمر شمال بنغازي تستعد الهيئة العامة للمواصلات والنقل لافتتاح وتشغيل ميناء بنغازي البحري والذي شهد على معارك شرسة ظلاث الاعظام الماضية جليان الحمد لله اليوم ودرنا اجتماع بمدينة مصرحة المواني والشركة الليبية المواني ومدراء المواني والملاحة وجميع القطاعات في جماعة نقل البحري الحمد لله نبارك للشعب الليبي والقوات المسلحة وهل بنغازي وجمعة النقل البحري خاصة بالانتصارات والحمد لله شيء يفرح ويطمن ان شاء الله بنبدو على الاقل خطوة بخطوة في على الاقل النهوض بالقطاع والاستمرارية على الاقل تبدأ من البداية متواضعة للميناء ان شاء الله وان شاء الله على الاقل الأمور تتلج الصدر الحمد لله في اجتماع اليوم اجتماعنا لأمور مبشرة لأمور ان شاء الله حلوة تبي حلحة بعض الامور بعد العلاقية داخل شوية وقت من ناحية على الاقل الفنية خاصة وبعض الامور القانونية وان شاء الله على الاقل نبدو بداية كويسة حيث قام رئيس الهيئة ونائبه ورئيس الغرفة الملاحية ومدير عام الميناء ومصلحة الموانئ ومدير الشركة الليبية للموانئ بجولة تفقدية داخل الميناء للوقوف على حجم الاضرار التي لحقت به جراء استهدافه من العابثين حيث سيتم حصر الاضرار والوقوف على احتياجاته من اجل العودة واستئناف العمل به السيد رئيس هيت مواصلات بالحكومة المؤقتة للوقوف على جميع الصعوبات والعراقيل التي كانت تواجهنا ولكن احنا باذن الله تعالى بصدد عازمين على فتح الميناء بعد اخذ الاذن من القيادة العامة والقوات المسلحة الموجودة في هذا المحور وتجهيز بعض الترتيبات كيفما كمعرفين طبعا الميناء مربوط بمعاهدات دولية وباتفاقيات دولية مع الخطوط الملاحية والشركات العالمية فلهذا نحن بصدد تجهيز والاستعداد لهذه المسائل فقط لا غير نستطيع نقول ان نحن باذن الله تعالى جهزين لاستقبال السفن واستئناف العمل فالصابقوا افضل باذن الله بدون اي عراقيل واي مشاكل يعتبر البناء مرتبطا بمعاهدات واتفاقيات دولية مع الخطوط الملاحية والشركات العالمية وبعد انهاء هذه الاتفاقيات سيكون قادرا على استقبال السفن كما كان سابقا حيث يعد من اكبر الموانئ الليبية مساحة اذ يوجد به ثمانية عشر رصيفا بقدرة استيعابية تقدر باربعة مليون طن سنويا رامي منصوري ليبيا الحدث اشتركوا في القناة